بعد طرحه على طاولة لجنة المالية والميزانية في البرلمان مشروع قانون المالية العضوي يحمل في طياته محاور ومواد تصب في خانة تعزيز صلاحيات المؤسسة القضائية والتشريعية في شقها المتعلق بمراقبة عمل الحكومة وإخضاع عملية إعداد ميزانية الدولة لرقابة الإدارة والقضاء والبرلمان أي أنه سيكون لنواب الشعب علم مسبق بتفاصيل إعداد الميزانيات قبل طرحها للنقاش والمسادقة عكس ما هو معمول به اليوم في الحقيقة طالبنا بتعديل هذا القانون 84-17 منذ مدة طويلة لأن هناك خلل كبير في إعداد ميزانية الدولة وخاصة بالنسبة للوثائق التي لابد أن ترفق بالميزانية مثل تسويت الميزانية لسنة السابقة وتقرير محافظة البنك وتقرير كذلك مجلس المحاسبة القانون العضوي الجديد سيحمل أيضا تسهيلات من شأنها إنقاذ بعض القطاعات التي قد يموسها التقشف أو تلك التي لا تلب ميزانيتها السنوية كافة المصاريف فالقانون الذي ينتظر الدراسة سيتيح فسحة لتلك القطاعات والوزرات باللجوء إلى الاستلاف من نظراتها التي تعيش بحبوحة مالية خطوة ويرحب بها نواب الغرفة السفلة للبرلمان إلى أنها قُبلت بمطلب لتسريع اعتمادها وعدم الانتظار إلى غاية 2023 ماذا أسنين يقول هو يفترض أنه نجم نسرع لأن الإصلاحات لا يجب أن يكون بواتير السلحفات ففي تصوري مدام كان دسور جديد أعطى روح جديد أعطى صلاحيات أكثر في تصوري يجب تعجيل بإعطاء صلاحيات للمؤسسة الشريعية من خلال النواب بيلعب دوره في إطار الفصل بين السلطات والأمل في الأداء الرقابي للسلطة التنفيذية هذه الصلاحية التي تمنح في أفاق 2022 النائب في إعداد ميزانية الدولة تضفي شفافية أكثر على التعاملات المالية للدولة الجزائرية ونثمن مثل هذا القرار وإن كان شوية أنا في نظاري كشخص شوفوا بلي بعيد المدى شوية ربما ما كانش سرعة في تنفيذ بعيد المدى أتمنى أو أود أن تكون سرعة في تنفيذي مثل هذا القرار هو مشروع قانون ينتظر نواب الغرفة السفلة رؤيته النور والتسريع في تطبيق بنوده كونه يضع أرضية الانطلاق نحو هيئة تشريعية موسعة الصلاحيات يتعدى دورها التشريع إلى ممارسة السيادة بتعزيز خاصية الرقابة